دعا الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيت اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يمثل انحيازا للجانب الصحيح من التاريخ جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أبو الغيت مع مجموعة من الصحفيين اليابانيين في إطار مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني والمنعقد في توكيو تناول أبو الغيت خلال كلمته الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي نتجت عنها فضلا على الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها ولحالة الأمن الدولي والاقتصاد العالمي